المفاوضات الربعية في فيينا لم تطفئ حماوة الميدان السوري فاستمرت المعارك على الارض بالتزامن مع الغارات الروسية وقد شنت طائرات روسية تسع ضربات جوية استهدفت خمسة مستشفيات ميدانية على الاقل في محافظات سورية في حين قتل عدد من المدنيين جراء غارات جوية استهدفت فصائل المعارضة في مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي من دون ان يعرف ما اذا كان مصدرها طائرات تابعة للنظام ام روسية وفق المرصد السوري بالتزامن اكدت وكالة فارس شبهة رسمية للانباء في ايران مقتل الحارس الشخصي للرئيس الايراني السابق محمود احمد نجاد في سوريا بينما كان يدافع عن مزار ديني قرب مدينة حلب سياسيا اعلن السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة فرانسوا دي لاتر ان بلاده ستطرح قريبا بالاشتراك مع بريطانيا واسبانيا مشروع قرار امام مجلس الامن لادانة القصف بالبراميل المتفجرة في سوريا مشيرا الى ان هذا القصف يسرع فرار السوريين من بلدهم